بدأ عام 2017 مع فاجعة أليمة أصابت اللبنانيين ليلة رأس السنة إثر مقتل وإصابة عدد من المواطنين الذين كانوا يقصدون حفلة رأس السنة في ملها رينا في مدينة إسطنبول التركية حيث أقدم مسلح على إطلاق النار داخل الملها أدى إلى مقتل سلسة لبنانيين وإصابة أربعة آخرين على الصعيد السياسي سجلت الكثير من الأحداث التي ساهمت أحيانا بإراحة البلد وأحيانا بتأزيم الوضع العام ولكن الثابتة الوحيدة كانت الحفاظ على الاستقرار الأمني والسياسي من أبرز الأحداث عليق رئيس الجمهورية ميشيل عون عمل مجلس النواب مدة شهر في سابقة دستورية لم تشهدها البلاد من قبل في محاولة منه للضغط على البرلمان لمنع تمديد ولايته وحث الفرقاء على إيجاد قانون جديد للانتخابات وفي أربعة عشر حزيران أقر مجلس النواب قانونا جديدا ستجري على أساسه الانتخابات النيابية المقبلة في أيار وفق النظام النسبي كما قام مجلس النواب بتمديد ولايته لمدة أحد عشر شهرا إلى حين إتمام الإجراءات اللوجستية لإجراء الانتخابات إضافة إلى إقرار الموازنة بعد 12 عاما وإقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام الوفاق السياسي استمر معظم أشهر السنة إلى حين أعلان رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته المفاجئة من الرياض ففي أربعة الشرين الثاني تل الحريري نصل استقالة من العاصمة السعودية بصورة مفاجئة صدمت الشارع اللبناني ولأنني لا أرضى أن أخذل اللبنانيين أو أقبل بما يخالف تلك المبادئ فأني أعلن استقالتي من رئاسة الحكومة اللبنانية هذه الاستقالة لم يقتنع بها الرئيس عون الذي قال في 15 من الشهر نفسه أن الرئيس الحريري محتجز في الرياض هذه أول مرة بيستئل واحد وهم محجوز الاستئل إلى أصول وأمر بتحرك ديبلوماسي لمعالجة الأمر تمثل بزيارات لوزير الخارجية جبران باسيل لدول عدة في هذا الإطار بعدها توجه الحريري مع عائلته إلى العاصمة الفرنسية في 18 تشرين الثاني ولم تطل إقامة الحريري في فرنسا إذ عاد إلى لبنان عشية عيد الاستقلال في 21 تشرين الثاني وشارك في اليوم الذي تلاه في العرض العسكري ومع انتهاء العرض أعلن رئيس الحريري من قصر بعبدة عن تريثه في تقديم استقالته مشددا على الالتزام بالنائب النفس عن الصراعات الخارجية لقد عرضت اليوم استقالتي على فخامة الرئيس وقد تمنى علي التريث في تقديمها والاحتفاظ بها فأبديت تجاوب من مع هذا التمني وفي 14 كانون الأول اختتم العام 2017 بإقرار الحكومة لمراسيم التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية ليعتبر من أهم الإنجازات التاريخية في الحياة السياسية أمنيا أهم الإنجازات تمثلت بتحرير كامل الحدود اللبنانية شرقية مع سوريا من الجماعات الإرهابية في 26 تموز تم تحرير بلدة عرسال من مسلحي جبهة النصرة بعد معارك دارية أدت في نهايتها إلى التواصل لاتفاق بانسحاب عناصر جبهة النصرة مع عائلاتهم إلى الداخل السوري واسترجاع حزب الله خمسة جثامين من مقاتليه كانوا محتجزين لدى النصرة واستكملت الإنجازات مع العملية العسكرية النوعية التي قام بها الجيش اللبناني في جرود القاع ورأس بعلبك ضد مسلحي تنظيم داعش ليعنى للجيش اللبناني انتهاء المعركة هذا الإنجاز أتى منغصا وذلك بعد أن تم أعلان عن استخراج جثث تعود للعسكريين المقطوفين بعد أن تم إجراء فحصات الحمض النووي وبذلك أغلق ملف مأساة وطنية وإنسانية أرهقت الأهالي والشعب اللبناني أما قضائيا فقد أصدر المجلس العدلي في تشرين الأول حكما بالأدام بحق حبيب الشرطوني ونبيل العلم في قضية اغتيال الرئيس اللبناني السابق بشير الجميل بعد 35 عاما على تنفيذ عملية الاغتيال وبعد أشهر من المواطلة والتعطيل نجح مجلس القضاء الأعلى في إنجاز مشروع التشكيلات القضائية واضعا حدا بذلك لهذه الأزمة وأخيرا ألقى مرسوم ترقية الضباط الذي يوقعه رئيس الجمهورية بثقله على أجواء العياد لتنتقل أزمة المرسوم إلى السنة المقبلة وليشكل أول التحديات التي تتواجهها الحكومة بعد سكرة الأعياد